وفي كنف الحوار المشروع هذية هو الدينامو فيه والمفكر الأساسي وبالمناسبة نوجه له تحية لأنه قاعد يتابع فينا من الوراية المتحدة الأمريكية بالعباس بن كريدا اللي هو مؤسس مبادرة مناظرة وهو مرجع وخبير في مجال المناظرات لأنه يشتغل على هذه المناظرات وهو مرجع وخبير في الولايات المتحدة الأمريكية في ألمانيا كذلك ومبادرة مناظرة عندها سبع سنين جمعية تونسية تخدم على المناظرات واشتغلت على العديد من المناظرات في العديد من المراحل الحساسة من تاريخ تونس في 2013 بدأ التفكير في 2014 تم التواصل بشكل غير رسمي لتنظيم كانت تذكر كان عنا دعوة شعبية للمناظرة بين رئيس الجمهورية الراحل باجي قايد السبسي مع منصف المرزوقي لم يتم الاستجابة لتلك الدعوة للمناظرات وفي 2014 بدأ العمل على 2019 وانتخابات 2019 داخل منظمة مناظرة من أجل تأمين مشروع تونس تختار وبالتالي الفكرة قديمة وتتوجت بهذا المشروع اللي أطلقناه اليوم منذ ساعات قليلة كنا في مؤتمر إعلامي كانت عندنا ندوة صحفية وانا جاية مباشرة من ندوة هذه اللي كان فيها الحضور كبير جدا وكانت مؤسسة إعلامية كذلك حاضرة وأعربت عن رغبتها في الانضمام لتونس تختار كما كنت تقول انت كنا نشوف المناظرات في الديمقراطيات العريقة في المكسيك في الشيلي في الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا وكنا نقولوا عليش تونس ديمقراطية تونس عندها مناخ كبير من حرية التعبير وبالتالي بالإمكان انه يتنظم المناظرات فيها وبالإمكان وعننا طبقة سياسية على اختلافاتها الإيديولوجية ولكن فيها ثقافة الحوار موجودة وبالتالي هذا الزخم الكبير وهذه الأرضية يمكن أن تكون أرضية خصبة لإنجاح مشروع مثل تونس تختار مشروع تونس تختار هو ما هو مشروع مبادرة مناظرة اللي هي مختصة في المجال هذية ولكن هو مشروع التونس الكل مشروع الناخب التونسي مشروع المؤسسات الإعلامية اللي انصهرت إلى حد الآن في هذه المبادرة وما زالت البيبان محلولة لكل المؤسسات الإعلامية العمومية وكذلك الخاصة من أجل الانسهار في هذا المشروع الوطني حاجة أخرى نحب نضيفها بربي في الإطار هذه الخبرة اللي تكونت في مبادرة مناظرة توجد ربما بهذه المناظرات اللي مش تكون في التشريعية والرئاسية ولكن باش تمتد كذلك إلى ثلاثة أشهر بعد الانتخابات باش يتم متابعة المترشحين هذوما ومعرفة مدى استجابتهم لأولوية التونسي حاجة أخرى الاستقلالية التحريرية هدف كبير جدا من أهداف المناظرات اليوم المناظرات هذوما ما ينجموا ينجحوا إلا إذا يكونوا هما مستقلين الهدف ماهوش تجاري الهدف ماهوش ربحي بالأساس الهدف هو إرساء ثقافة الحوار ضمان شفافية العملية الانتخابية من خلال رصد أولويات التونسي اليوم فما في رق متدربة نزلت للميدان من بنزرة البنجردان من أجل الجمع مجموعة من الفيديوهات في تسعة وتسعين ثانية فيها زوز أشتاغ ما نعطيك صوتي كان في الانتخابات التشريعية وفي تسعة وتسعين ثانية انت يا نخبية تونسي ممكن أنك تعطي الأولوية اللي تحب نتناولوها في المناظرات متاعنا للسياسيين اللي مش يجيوا يحكيوا على البرامج متاحهم ما تكون رئيسي كان هو الهاشتاغ بالنسبة للانتخابات الرئاسية وهذه لرصد الأولويات في تسعة وتسعين ثانية كل تونسي من حقه أنه هو يبعثنا على موقعنا ومنصتنا تونيزيادسايدز.org هو المحمل الذي سيتم وضع الفيديوهات عليه وتحميلها من أجل رصد أولويات التونسي اليوم الناخب التونسي هو اللي بيش يتحكم في المضمون التحريري للمناظرات هذية الأسئلة الكل واللي تام الكبار المحاور الكبرى مش يتم سياغتها بناء على هاشتاغ هدومة وهذه في الحقيقة حاجة مهمة جدا لأنه المشروع هذية مشروع تونس تختار ونحب وتوينسي كل ما تحتارش وعسطة مشكون صوت الناخب التونسي وتساؤلات وهواسه اليوم في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية مش مش يكون فهمة حتى إضافة منكم منكم كفريق تحريري ومضمون طبعا على المستوى التحريري والمضموني الفيديوهات هذية واللي هاشتاغ هذومة مش يكونوا لدينا أولى لسياغة المحتوى ولكن مش يكون عنا فريق تحريري مستقل بذاته قادر على أنه هو يسوغ المضمون التحريري ويخلي المناظرات هذية تمشي في كنف ثقافة الحوار وفي كنف مقاراعة الحجة بالحجة كذلك هو مفتوح لكل المترشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية باش يجيوا يحكيوا على برامجهم الانتخابية باش يجيوا يوصلوا للتونسي شنو هو هو محضرينه وتو الأقوى والأقدر على الإقناع واللي عنده برنامج واضح هو اللي باش يعطي الإشارة للناخب التونسي باش النهارة اللي يمشي يصوت أحنا اليوم اللي بوصلة متاعنا لكلها ضاعة أنا شخصيا بوصلتي ضاعة ونستنى في المناظرات بالحق باش نحكم شكوني اللي نجم يجيب لي برنامج طموح وقدر أنه هو يستجيب للأولويات والانتظارات متاعي أنا كناخبة تونسية قبل ما نكون متحدثة رسمية باسم تونس تختار وبالتالي المناظرات هذوما اليوم باش يبينوا للتونسي شنو هو محضرين له السياسيين شكونهم السياسيين اللي قادرين أنهم يقودوا تونس غدوة حكومة برلمانا وكذلك رئاسة فبالتالي أظن أنه هي فرصة للناخب التونسي وإحنا عنا انتخابات يعني عنا ظرفية محدودة انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تخلط عليها في وقت وجيز جدا انتخابات تشريعية الناخب التونسي اليوم مازال ضايع لفترة قليلة جدا التالي كان التونسي في بعض الأحيان يقول لك أنا مانيش ماشي ننتخب لأنه مانيش فهم هاي الفرصة جات تونس تختار باش تعطيهم الفرصة من خلال المناظرات أنهم يفهموا المترشحين ويمشيوا يصوتو لهم باش ما يكونش نسبة تغيب كبيرة على التصويت يلزم التونسي شوف المناظرات هذية يمارس حقه في الانتخاب وحقه في إنه يبني تونس اليوم شركائنا الإعلاميين ولكل اللي أعربوا عن انضمامهم لهذه المبادرة منهم إذاعة ديوان شركائل كنا وفي إنه نوصلوا إلى المشروع هذية الأقصى قدر ممكن من الناخبين التوينسة مش التوينسة أكها وفما مؤسسات أجنبية باش تبث معنا بث حي ومباشر وممكن إنها توصل للصوت متعتون استختار والمحطة التاريخية هذية للخارج لأنه عنا ناخبين في الخارج اليوم هما بيدهم يستنوا بشيفهم وشنو اللي موجود في الداخل ربما هما أكثر حاجة وضرورة من أحنا على اعتبار أنه عايشين نحن ونواكبوا يومياً المستجدات هما بعاد على الوطن وبالمناسبة نواجهولهم تحية كل التوينسة العايشين البرا هما توينسة ونص ويحبوا بلادهم ومش يمشيوا ينتخبوا كما توينسة اللي عايشين داخل حدود الوطن طيب حكيت على ربما الفكرة العامة لهذا المشروع ما بدأ هذا المشروع تمثلكم لهذا المشروع تونس تختار مشروع المناظرات الأعلامية في علاقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية نعرف أنه فما تخوف كبير من مثل هذه الأشكال الأعلامية مبروك خدير على اعتبار أنه البعض يقول لك نخافه أنه يصير رمفيلات نخافه أنه المناظرات هذه تتحول إلى صراع ديك تتحول إلى صراع انطيح أكباش وهذه تقالت حتى في انتخابات 2014 البعض يرى أنه المناظرات التلفزية والإذاعية هي مجرد انطيح أكباش اليوم من المعلوم على اعتبار أنه هذه المناظرات قد تكون محددة في اختيار الناخب التونسي اللي يكون مش يصوت في نهاية الأمر كيفاش مش تضمنه التوازن كيفاش مش تضمنه خاصة الإنصاف بين جميع المترشحين نعم هو في الحقيقة خليني نرجع بك شوية للأساس اللي تخلقت منه وجاء منه مشروع تونس تختار مشروع تونس تختار هو نبع عن مبادرة مناظرة مناظرة عندها سبع سنين تخدم على المناظرات وعندها تجربة وتقليد في هذا السياق وشفنا في أكثر من مرحلة أنا شخصيا تبعت يعني تولت حقت بالركب ولكن حتى قبلتها بعد برشا مناظرات صارت في تونس حول العديد من القضايا الجدالية لكن ريهان يختلف اليوم ريهان يختلف طبعا منه الكبير ريهان انتخاب رئيسي مش ريهان حول اختلاف في وجهة النظر حول قانون المصالحة الإدارية مثلا نعم ولكن المناظرات هذه كان تم ترتيبها مثلا نقبل في الانتخابات البلدية واحنا نعرف قديش قيمة الانتخابات البلدية والانتخابات المحلية ولكن نجحته كانت على قدر كبير من المسئولية والاستقلالية هذا من ناحية من ناحية اخرى المناظرات هذه يسهروا عليها الناس مختصين في هذا المجال وخبرات حتى في الخارج نفتخرو بهم هذا حاجة اخرى المسئولية مشتركة يعني المشروع مش تونسي تونسي مئة بالمئة مبروك خدير المشروع التونسي بكفاءات تونسية هي اللي بش تأمن المناظرات هذه من بدايتها نهايتها وهوني نوجه تحية ربما العدنين بن عبدالله اللي هو رئيس تونس تختار مشروع تونس تختار اللي هو تونسي ألماني واللي هو عقل من العقول المدبرة هناك فريق مناظر اللي هو مجموعة من الشباب كونتهم مناظر على ثقافة الحوار والشباب هدوما مش يكونوا موجودين حتى في إدارة المناظرات فما شباب كونتهم مناظر شباب تونسي كونتهم مناظر على ثقافة الحوار وأثبتوا جدواهم حتى في الخارج شكل إدارة الحوار كيفاش بش يكون حوارات ثونائية بين مترشحين أم بحضور جميع المترشحين وإحنا اليوم قد يكونوا بالعشرات مختلفة المترشحين مبروك أخذير هل أنه مش يكون فما أعلاميين ومترشحين أم أنه فما جمهور أيضا يسأل كيفاش مش تكون هوية المشروع هذه على المستوى الشكلي والمضموني نعم على المستوى الشكلي بش تكون مناظرات ما بين مترشحين يتم اختيارهم بناء على أسس علمية وعلى طبعا ما سيتم نشره من بيانات وكذلك نتائج لقوائم رسمية من قبل هيئة الانتخابات ومن قبل الهيكاء يعني هناك اتفاق طبعا مش يتم بثه لوسائل الإعلام الكل من أجل ضمان مبدأ الإنصاف ولكن كذلك هناك أسس علمية معمول بها في الديمقراطيات الحديثة ومناظر ما معنى أسس علمية لأنه بعض الوسطة العالمية اليوم مثلا تخدم بنظام القرع هناك قد يكون هناك لجوء لنظام القرع وقد يكون هناك كذلك لجوء لسبر آراء داخلي ودراسات داخلية تقوم بها مبادرة مناظرة من أجل قياس التوجه العام للناخب التونسي من أجل اختيار المترشحين يعني ممكن في تقولون الأول لو رئاسية تركزوا أكثر على المرشحين الأكثر حظ أكيد لن يكونوا مركزين على المترشحين الأكثر حظ واللي عندهم مويولات أكثر من قبل الناخب التونسي وكذلك في التشريعية اليوم نعرف أنه لليوم 29 مترشح في الرئاسية طبعا ستسقط العديد من الأسماء التي لم تستوفي الشروط الأساسية في الرئاسية لكن اليوم فاته 30 بترشح حمال همامي وزبيدي ومنصف المرزوقي وزبيدي بالضبط وغدوة زيدة كيف كيف فما ترشحات جديدة والعدد غزير جدا ولكن إذا كان العدد غزير جدا نره عدد المناظرات حتى علميا يعني في العالم أثبتت التجربة أنه مش العبرة في العدد الكبير للمناظرات العبرة في أن تكون مناظرات قليلة ولكنها تكون مهنية وحرافية ومحتوها جيد وفيه توازن كبير نفهم كلا بكوانو مش تقسموهم المترشحين بش نقسمو المترشحين على حصص يعني بش نقول لك عدد المناظرات في الحقيقة وهذا لابد أنه أحنا نوضحوه للمستمع الكريم العدد المناظرات بش يكون هناك زوز مناظرات في الانتخابات في الدور الرئاسي الأول وهناك مناظرة هي مناظرة الفصل ما بينها الذين سيفوزان في الدور الأول للمرور للدور الثاني وهذه مناظرة طبعا بش يكون أكيد عندها متابعة كبيرة برشة وهناك مناظرتين في الانتخابات التشريعية وكيما قلت لك سيتم الاستئناس بالنماذج العلمية في هذا السياق وسيتم طبعا تنزيل هذه النماذج المعمول بها عالميا على النماذج التونسي اليوم ما راهوا العدد كبير برشة برشة 1500 قائمة ما تنجمش تغطيهم من مناظرات ولكن تنجم تعمل مناظرات قليلة يمكن أنها تعدل الكفة ولكن مش مناظرات غزيرة ويكون ضايعا وتكون تشتت ذهن الناخب التونسي وتزيد تحيره أكثر مبدأ الانصاف هذا مبروك خير مبدأ الانصاف راهوا في يعني اليوم المستقلين مثلا في التشريعية مش كون عندهم حظ عندهم نصيب في هذه المناظرات سيكون هناك أم فقط مش تركزوا على أحزاب وهذا ربما قد يعتبروا البعض نوع من التوجيه سؤالك فيما حلو جدا وهو سؤال وجيه اليوم سيتم أخذ بعين الاعتبار بالقائمات الحزبية القائمات الاقتلافية والقائمات المستقلة القائمات هذه الكل والمترشحين هذوما الكل في الكاتيجوري هذوما ثلاثة بش يلقاوا رواحهم ولكن خلينا نكونوا صريحين رانا ما نجموش نجيبه 1500 قائمة وما نجموش نجيبه 80 ولا 100 مترشح للرئاسية وإذا مش نجيبوهم الكل حتى كان في الديوان يوميا نعملوا حصة من الصباح لليل ما نجموش نجيبوهم يعني زمك لخسين القديم بش نجم تستجيب لهذوما الكل وبالتالي فما أسس معمول بها عالميا وفي الديمقراطية الحديثة احنا تقليد جديد في تونس ولكن راهو التقليد ما هوش غريب علينا رانا قادرين انه احنا ننجحهم المناظرات هذوما تونس أثبتت اكثر من مناسبة ان هي قادرة تنجح محطات عميقة جدا ودقيقة جدا وبالتالي مدام فما ناس في مبادرة مناظرة عندها من التجربة ومن الحنكة ما يكفي لإدارة الحوارات وإدارة المناظرات وعندها تاريخ في هذا المجال فبالتالي انه اتأكد ان شاء الله وهذا بش نضمنه اينا خطر اينا بطبيعتي نحب الاستقلالية ومن مصلحتنا انه المناظرات هذية تكون متوازنة من مصلحتنا انه تكون المناظرات هذية فيها ثقاف الحوار ولانها مش تعبد الطريق لتقليد جديد في البلاد بالضبط تقليد جديد وهذا يبش يبنيو عليه الانتخابات القادمة في تونس مش فقط تونس راي تنجم تونس اليوم تصدر النموذج هذية لدول اخرى حتى غربية راهوا يعني اليوم انك تلقى وسائل اعلام لكلها متجندة متوحدة باش تبث بث حي ومباشر المناظرات هذية مش حاجة قليلة راهوا اليوم اذا وصلنا انه نتوحده كوسائل اعلام والدعوة مفتوحة لوسائل اعلام الاخرى حتى وسائل اعلام العمومية انها تنضم باش يكون مشروع تونس مشروع تونس الكل تلفز الوطنية الى حد الان في هذا المشروع عاملة ويصدد التفاوض معهم وهذا يكون من سؤال حول المحاملة الاعلامية المشتتبنى للمشروع هذية ومش تقوم ببث مضمون هذه المناظرات برشكلية متقال حول الجزيرة حول التلفز الوطنية حول اذاعات خاصة حول اذاعات جمعيتية وين وصلت المفاوضات مبروكة اخدير الشركاء اللي مش يكونوا معاكم في المشروع هذية الى حد الان العديد من الاذاعات كما قلت لك من بنزرت بنجردين فما اذاعات تبث على لايف ستريمينج اذاعات خاصة اذاعات جمعيتية اذاعتكم الكريمة الاذاعات في كافة مناطق الجمهورية نخاف نبدأ ان نحصر في العدد لانه كبير ننسى شكون يتغشوا مني ولكن خليني نكون معاك صريحة الاذاعات الكلها باش تبث لاذاعات الخاصة وتو كنا في مؤتمر اعلامي رئيس نقابة الاذاعات الخاصة كان موجود معنا سيكاميل بروبين ان نوجه له التحية وهو كذلك شريك في هذا المشروع التلفزات الخاصة فيها من اعربا على ان هو باش يبث معنا كما تلفزة تيفي كما الجنوبية كما الزيتونة كما ام تونيزيا كما تونسنا والقائمة ما زالت طويلة يجبني نحطها قدامي ونعتذر للي ما ذكرتش اسمه اين التلفزة الوطنية في كل هذا اين فما برشة حديثة قال حول امكانية وانه المشروع هذي تتبانيه التلفزة الوطنية وايضا فما جدل صار حول قناة الجزيرة اللي ربما قد تكون شريك في هذا المشروع قناة الجزيرة اعربت خلينا نبدالك من الاخر قناة الجزيرة مباشرة اعربت على انه مش تبث معنا البث الحي والمباشر لمناظراتنا واحنا سعداء بانضمامها لهذه المبادرة وهذا المشروع التونسي كذلك قناة دي دابيو الالمانية اعربت عن دوتشيفيل اعربت كذلك عن رغبتها وليات دوتشيفيل العربية طبعا وربما كذلك هي يتم امضاء الاتفاقية معها من اجل البث المشترك العديد من القنوات الاجنبية الاخرى البي بي سي هناك مفاوضات معها البي بي سي هناك مفاوضات مع كل القنوات الاجنبية اللي تبث بالعربية اليوم فما بالحق لانه اغسرنا الوقت محمد كنا نشتغل في كنف الرفاهية وبدين الاتصالات والكل ولكن على اساس انتخابات في الشخص في اخر العام بالضبط ولكن هذية اغسرنا الناس الكل ولكن هاني من منبر هذية ادعو كافة الوسائل الاعلامية التونسية وهاني تونجيك للتلفزة الوطنية كافة وسائل الاعلام اليوم يدينها حتى انا ماشيب سيبك في السؤال انا زيادة كيف نحب نوضح لانه حبيبنا واصحابنا واصدقائنا والتلفزة الوطنية كانت محايدة في العديد من المرات واثبتت انها هي تلفزة تتواصل كل هي في نهاية الامر مرفق عمومي مرفق عمومي واثبت انه هو اهل لان يكون مرفق عمومي واحنا من مصلحتنا الناس لكل مبادرة مناظرة مشروع تونستختار التلفزة الوطنية بكل اذاعاتها وبالوطنية الثانية مطالبين اليوم انه احنا نتوحد حول المشروع هذية اليوم فما مفاوضات لانه كان فما مشروع مشابهم حضرته التلفزة الوطنية مشينا معاهم قعدنا معاهم الان مزلنا قاعدين معاهم مزلنا بصدد التفاوض ان شاء الله يا ربي غدوة يكون خير وغدوة يكون المشروع هذية موحدين فيه لكل فما تقدم ايجابي في المفاوضات هذية فما نقاط قاعدين ندرسوها بالنقطة بالنقطة لانه هما عندهم مشروع واحنا عندنا مشروع يختلفوا المشاريع على بعضهم فما ممكنية لدمج زود المشاريع في بعضهم خليني نكون ايجابية الى حد اللحظة نقول انه فما تلاحم كبير وفما تلاسط كبير يعني المشروع اللي اعلنت عليه التلفزة التونسية لا علاقة له في الاصل بمشروع كمتون استخدار المشروع حين تم الاعلان عليه يعني صار نوع من اللغط هل انه نفس المشروع فما اختلاف من زود المشاريع والرأي العام التونسي انه وقت اللي تم الاعلان عن المناظرات في التلفزة الوطنية في نهارتها احنا كنا في جلسة تفاوض مع الوطنية وتم الاتفاق مع سيد الرئيس المدير العام مع نقبات الموطنية بالحق انوجه له تحية لانه فما حرص كبير واستماتة وغيرة كبيرة على التلفزة الوطنية وفكرت في المشروع هذي وانا فخورة انه اليوم عنا تلفزة وطنية قاعدة تمشي في الاتجاه هذي وقاعدة تأمن في التغطية الجيدة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والتلفزة الوطنية راهي مهمة جدا والاكثر متبعة من النخب التونسي واضن انه اذا كانت تحمل كل مع بعضنا اليوم في مشروع موحد اسمه تونس تختاري نجم يكون تونس تختاري الطريق الى قرطاج وبالتالي كذلك حاجة اخرى التلفزة الوطنية اعلنت على مناظرات بشأن الرئاسية ولكن احنا مناظراتنا في الرئاسية في التشريعية وتسعة وتسعين يوم بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة والكل وبالتالي هذا مشروع ممتد زمنيا حتى اذا كان لا قدر الله هنا نقوله نبقى متفائلة ما جاتش معانا الوطنية في الرئاسية ممكن انها هي تخدم الرئاسية واحنا نخدم الرئاسية ثم بعد ذلك ننصهر بناتنا في التشريعية وكذلك في متابعة العملية الانتخابية وبالتالي الدعوة موجهة لهم انا نحترمهم برشا برشا والتلفزة الوطنية اثبتت انها تلفزت التوينس الكل واظن انه من مصلحتنا النسي الكل انه نتوحده في هذا المشروع اذا اكتب واتفقنا مرحبة اذا ما اكتبش واتفقنا رانا كنا نخدمه من اجل مصلحة تونس يعني اليوم اذا كان تونس فيها مناظرات فانه فخرة لنا النسي الكل حتى اذا كان الوطنية عملت وحدها واحنا عملنا وحدنا الفايدة انه وصلنا بنموذج تونسي يؤمن بحرية التعبير وينظم مناظرات انتخابية هي الاولى من نوحة في العالم العربي الانظار الكل مش تكون متوجهة لنا في الانتخابات والتوينس الكل من حقهم انه يشاركوا في تونس تختار وانا فرحانة انه اليوم عنا مشروع كما هذا بيجاز مبروكة خذير كل المترشحين تتوقعوا انهم مش يقبلوا المشاركة في المناظرة هذه احنا مش نوجه الدعوة للناس كل واللي يرفض واللي يرفض هو حر اقصى نفسه يعني اقصى نفسه وسنعلن عن ذلك كذلك راهوا اللي بش يرفض المشاركة في هذه المناظرات الانتخابية فذلك ينم على ربما عدم موجود برنامج انتخابي ربما على عدم قدرة القدرة على الحوار والدعوة موجهة للسياسيين والكل بش يكونوا موجودين معنا اللي مش بش يجي بش نقوله رانا وجهنا له الدعوة وهو ارفض وبالتالي بش نكونوا الشفافية المطلقة من اجل ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية كل شكر ليك مبروكة خذير زميلتنا الاعلامية والمتحدثة باسم مشروع تونس تختار وعلى هذه الابتسامة الجميلة وهذا الامل اللي نشوف فيه الان الامل الذي قديمة موجود في عينيك ان شاء الله تونس غدوة خير وان شاء الله رب يوفقكم في هذا المشروع وان شاء الله بالنجاح بإيجاز بإيجاز والله تحية فقط لكل شباب مبادرة مناظرة لهم لكلهم شباب كفاءات كونتهم مناظرة وتوينسة وهما اللي بش يخدموا المناظرات تحية لهم الكل وان شاء الله بالتوفيق لنا جميعا بالتوفيق لتونس